بسم الله الرحمن الرحيم يسر موكى أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدخ الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فاعلموا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد بعث بين يدي الساعة وأنه صلى الله عليه وآله وسلم أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقدر الله عز وجل على أمته أن تبتلى في آخرها بأنواع من الفتن يكيد لها شياطين الإنس والجن ليبعدوها عن شرع الله سبحانه وتعالى والتزام الهدى الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من الشيطان وكيده واجب على كل مؤمن لينجو من مكره وكيده وشركه وكفره حتى يعرف الصراط المستقيم ويلتزم به ويستمر عليه لينجو عند الله سبحانه وتعالى وكلما كثرت الفتن عظمت الحاجة إلى معرفة طرق الشيطان وكيده وأعظم كيده مبني على كفران نعم الله سبحانه وتعالى كما قال فيما توعد به بني آدم ولا تجد أكثرهم شاكرين وهذا الذي وقع كما قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين والشيطان حريص على أن يوقع الإنسان في الشرك بالله بكل أنواعه إن عجز عن الشرك الأكبر حاول إيقاه في الشرك الأصغر وإن عجز أن يجعله يشرك اعتقادا جعله يشرك في الترفض والقول حتى ولو خالف الاعتقاد فالعبد عليه أن يكون منتبها دائما مشاهدا لنعم الله عز وجل مع العجز عن عدها والتقصير في حقها ورؤيتي كما للرب سبحانه وتعالى فيما أنعم به وأنه مهما عمل لم يشكر نعم الله عز وجل كما ينبغي كما في الأثر الإسرائيلي أن داود عليه السلام قال يا رب كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر فقال يا داود الآن شكرتني وهو حسن المعنى وإن كان من أخبار أهل الكتاب فالإنسان لا بد أن يكون شاكرا لنعم الله مشاهدا لها على الدوام مثنيا بها على الله سبحانه وتعالى ولقد قص الله عز وجل علينا قصة بعض آباء العرب الذين أشركوا في الألفاظ تحذيرا لنا من أن نشرك في الاعتقاد والاستعانة والعبادة قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة ليسكن إليها قال عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيب لكم إن كنتم صادقين ظن كثير من الناس أن هذا خبر عن آدم وحواء عليهم السلام الأبوين الكريمين وأن الشرك اللفظي وقع منهما والصحيح أن هذا ينزه عنه الأنبياء وآدم نبي أوحى الله عز وجل إليه كما قال سبحانه وتعالى ولقد عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا فهو نبي مكلم كلمه الله سبحانه وتعالى كما ذكر في القرآن ولا يصح أن ينسب الشرك إلى الأنبياء ولو كان حتى شركا لفظيا ولكن الصحيح أن هذا في بعض آباء العرب الذين خلق الذين خلق الله عز وجل منهم المخاطبون المخاطبون منهم في زمن نزول الوحي وجعل منها زوجها أي من جنسها وهذا من نعم الله عز وجل على الإنسان أن جعل زوجه من جنسه ليست من جنس آخر وهذا مما يدل على عدم حصول المعاشرة بين الإنس والجن وعدم جواز أي معاشرة بين الإنسان وبين الحيوانات أو غيرها من الله عز وجل علينا بأن جعل أزواجنا منا كما قال ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا فهذه منة عامة لكل الجنس البشري أن الأزواج من أنفسنا أي من جنسنا هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها وهذه السكينة أساس البيت المسلم أساس حصول الخير في البيت ولابد أن نحرص على السكينة ولابد أن نحرص على الألفة والود والرحمة كما بيّن سبحانه وتعالى ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وحياتنا اليوم مليئة بأنواع القلق والاضطراب مما يلزمنا أن نقي أنفسنا وأولادنا أن نقي أنفسنا وأهلنا وأولادنا آثار هذا الاضطراب على شخصياتهم فإن حصول السكينة برفق الكلام ولينه وعدم رفع الصوت كما قال لقمان لبنيه وهو يعظه واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير فلابد أن نجنب أولادنا مشاهدة أنواع النزاعات والصراعات والاختلافات التي قد تقع بين الزوجين لأن الأصل هو السكينة السكينة في البيت صفة أساسية لنشأة الأولاد نشأة سوية صحيحة كثرة النزاعات وكثرة الخلافات ورفع الأصوات يؤدي دائما إلى اضطراب في شخصية الأولاد وما ترى من أنواع القسوة في المجتمع إنما هو راجع إلى وجود قسوة في البيوت لو وجدوا السكينة في البيوت لما ورد فينا من لا يعبأ بألم المتألمين ولا جوع الجائعين لما ورد فينا من لا يعبأ بأمر الدماء والأعراض والأموال خطر عظيم هذا الذي نراه في مجتمعاتنا من كثرة عدد من يقبلون سفك الدماء ويستأجرون على إحداث التخريب والتدمير ولا يعبؤون بآلام الناس ولا يعبؤون بأن البلاد لا بد لها من استقرار حتى تنضي في طريقها وحتى يجد الناس كفايتهم وحاجتهم التي شرعها الله عز وجل إن عدم استقرار البيوت لهو سبب أساسي لاستمرار هذا الفساد الذي يهدد مجتمعنا لذلك نقول إن قضية السكينة في البيت إن مسألة السكينة بين الرجل والمرأة أمر أساسي لا بد أن نحرص عليه حتى ينشأ الأولاد نشأة هادئة سوية مطمئنة يعرفون ربهم سبحانه وتعالى ويتبعون أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم قال عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به يعلمنا الله سبحانه وتعالى الأدب في كيفية تناول بعض الأمور التي يستحيا من ذكرها كيف ذكر الله عز وجل المعاشرة بين الزوجين بلفظ التغشي الذي كن الله سبحانه وتعالى به عن الجماع بين الزوجين وهذا مما يذلنا على ما ينبغي أن نتعامل به في مثل هذه الأمور وأنواع السباب في حقيقة الأمر عامتها في ذكر ألفاظ العورة الصريحة وذكر الفعل الذي فطر الله العباد على أن يستحيوا من ذكره وإنما قد يذكر على سبيل الندرة عند الحاجة كالشهادة الصريحة على الزنا وأما أن يكون استعمال هذه الألفاظ الصريحة في المعاشرة بين الرجل والمرأة أمرا معتادا أو ذكر لفظ العورات أمرا معتادا فهذا ليس هدي القرآن ولا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام بل ذكر الله عز وجل أمر المعاشرة بين الرجل والمرأة في مواضع وفي كلها لم يذكر لفظا صريحا وإنما قال تغشاها هن لباس لكم وأنتم لباس لهم ونحو ذلك من الألفاظ التي تعلمنا الأذب ولا بد أن ننشر هذا في وسط مجتمعنا وأن نتجنب السباب والألفاظ الصريحة وأما من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويستدل بمواقف وأحداث أعيان في ظروف معينة استعمل فيها اللفظ الصريح استعمل فيها اللفظ الصريح لحاجة وقتية فقط وعلى سبيل الندرة كما ذكرنا وتأمل الأذب الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فهذا ابن عباس عندما أراد أن يذكر كما في صيح مسلم وفي غيره عندما أراد أن يذكر اللفظ الصريح الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما عزا الذي أقر على نفسه بالزنا ليستخبره هل يقصد زنا العين أو زنا الأذن أو زنا الفم أو زنا اللسان أو زنا اليد أو زنا الرجل باللمس أو غيره فلما ذكر اللفظ الصريح كان ابن عباس حين يروي الحديث ليعلمنا يضع يديه في أذنيه ثم يقول اللفظ انظر إلى هذه الأداب العظيمة التي تركها كثير من الناس وبعض من ينتسب إلى الدعوة أو إلى تعليم الناس فيظن أن هذا أمرا سائغا أن يذكر على الدوام ويجعله دليلا لكي يسب ويشتم ويلعن وهذا مما ينفر الناس بلا شك عن حقيقة الدعوة الصحيحة إلى الله عز وجل لا بد أن نتعلم الأدب وأن نتعلم اجتناب هذه الألفاغ وأن نبتعد عن ذكر ألفاظ العورة الصريحة وألفاظ المعاشرة الصريحة بين الزوجين تأدبا بأدم القرآن فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به يعني استمرت وظلت تروح وتجيء مع وجود الحمل فلما أثقلت لما ثقل بها الحمل واستمر دعو الله ربهما لإن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين وهذا عزم على الشكر وسؤال للرب سبحانه وتعالى أن يؤتيهم ولدا صالحا وجاء الشيطان إليهما ليفتنهما فقال لهما سمياه عبد الحارث وإلا جعلت له قرنا يخرق بطنك أو شيئا من هذا أو أن يقتله عند موته ويأخذه منهما فلم يطيعاه أول مرة فولدت ولدا ميتا ثم بعد مرة ثانية وثالثة في الثالثة أدركهما حب الولد وخشيا على الولد أن يقتله الشيطان كما زعم وإنما قدر الله عز وجل وفاته بأمره ليس بقدرة الشيطان فليس في قدرة الشيطان أن يذهب الحياة أو أن يقتل الإنسان وإنما يكيد له بالباطل ففي المرة الثالثة سمياه عبد الحارث وكونية الشيطان أبو الحارث كما يذكرون فلما سمياه كذلك أنزل الله في شأن هذين الأبوين من آباء العرب هذه الآيات الشرك في اللفظ بتسميته عبد الحارث دون أن يسمياه عبد الله كما فعل في المرة الأولى مع اعتقادهما أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وأن العبوديات لا تجوز إلا له فلنتأمل في هذه القصة لننتفع بها الشياطين توهمنا دائما بأنواع قدرتها الخارقة على إيذاء الإنسان وكم من الناس يخاف من الجن ومن الشيطان ومن الأسياد كما يسمونهم وليسوا بأسياد ويخافون من شياطين الإنس أكثر من ذلك الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ويطيعونهم في الكفر والنفاق والمعصية من أجل خوفهم منهم ولذلك نقول تخويف الشيطان لنا من كيده ومكره حتى يوقعنا في المعاصي والذنوب وحتى يوقعنا في الشرك بالله اعتقادا كان أو نطقا ونفضا وكلا الأمرين محرم وإن كان الشرك في الاعتقاد هو الشرك يعني يعتقد أن غير الله عز وجل يملك له الضر والنفع ويملك النصر ويملك الإحياء والإماتة إن ذلك من الشرك الاعتقادي وإذا أضاف إلى ذلك دعاءه والتضرع إليه فإن ذلك من الشرك في العبادة وكلا الأمرين والعياذ بالله من الشرك الأكبر وأما أن يكون الشرك في اللفظ فقط فهذا نحو قول القائل ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشاء فلان ونحو وحياتك وشرف أبي وشرف أمي الذي يقسم بغير الله حتى ولو كان قسما بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعود كثير من الناس أن يقسموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال صلى الله عليه وآله وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك وأمر من قال من قال واللات والعزة كما تعودوا في الجاهلية أن يقول لا إله إلا الله تكفيرا عن هذا الذنب وإن لم يكن هذا الحلف في الغالب مقترنا بتعظيم كتعظيم الله وأما من عظم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل فهذا شرك في الاعتقاد لأنه يحلف به معظما له كتعظيم الله وقد جعل لله ندى فلا يكون ذلك شركا أصغر كمن قيل له مثلا احلف بالله على أنك لم تفعل كذا فيحلف كاذبا فإذا قيل له احلف بالشيخ الفلاني وصاحب القبر الفلاني أو قيل للنصراني احلف بالمسيح أو الإنجيل فعند ذلك يتلجلج ويتلعثم ويقر على الحق الذي فعله لأنه يخاف أن ينتقم منه الشيخ أو أن ينتقم المسيح منه أو أن ينتقم صاحب القبر منه وهذا يدل على أنه يعظمه أشد من تعظيم الله وكثير من الناس عندما تتجه عليهم الحقوق كانوا يشترطون أن لا يحلف الحالف بالله بل يقول بل لا بد أن يحلف عند القبر الفلاني لأنه الغالب الطالب والعياذ بالله ويشترطون أن يأتي عند القبر ويقول أحلف بحق هذا الشيخ الغالب الطالب الذي يغلب من حلف به كذبا ويطلب الحق منه وهذا اعتقاد شركي الشرك الأكبر والعياذ بالله فهذه الألفاظ قد تكون مقترنة بالشرك الاعتقادي وقد تكون خالية عنها وهو الأغلب فالذين يحلفون بالنبي غالبا لو قلت لهم هل تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدبر الأمر أو يطلب الحق من دون الله أو مع الله لقالوا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا الله ولكنهم تعودوا على أن يحلفوا بهذه الألفاظ وهذا من الشرك اللفظي الذي يقال فيه ما ورد في الآيات أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون فالكل كذلك الملائكة والأنبياء والأولياء ينطبق عليهم أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخلق شيئا وإبراهيم وموسى وعيسى لم يخلقوا شيئا والكل قد خلقه الله وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئتي لا أملك لك من الله شيئا لا أغني عنك من الله شيئا هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي لا يملك لفاطمة رضي الله تعالى عنها ابنته لا يملك لها من الله شيئا ويقول هذا لعباس ولصفية ويعم قريش ويخصها ويقول لا أملك لكم من الله شيئا أنقذ أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا وهو في نفسه عليه الصلاة والسلام قد قال الله عز وجل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون قارنوا بين هذا وبين ما يقوله الغلات في هذه الأيام والليالي خصوصا عندما يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤون الدلائل والبردة والتي فيها فمن جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق من لي ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم فهكذا يلوذ بالنبي ويقول له من جودك الدنيا وضرتها الآخرة ومن علومك علم اللوح والقلم تأمل هذا وتأمل قول الله قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير ومشير لقوم يؤمنون ترى سمو العقيدة القرآنية النبوية العقيدة المأخوذة من القرآن لا من الخرافة واتباع الظن لا من الغلو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وقال لا تطروني كما أطرت النصار بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما أرفقه بالأمة وأرأفه وأرحمه بها كما وصفه الله عز وجل فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم من رحمته أن هانا أن نغالي فيه وقال عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثن يُعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أمبيائهم مساجد أو كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مع أن الاحتفال بالمولد أصلا لا يشرع أن يكون مرة في السنة بل ينبغي أن يكون مشروعا كل أسبوع وليس بما يفعلونه من إقامة الاحتفالات وأكل الحلوى وجعل الموسم وذبح الذبائح وإنما يكون الاحتفال بالمولد كل أسبوع بالصيام ولأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم فيه ولد وفيه علي أنزل فذكر صلى الله عليه وسلم صيام هذا اليوم هذا هو المشروع لمن أراد السنة وليس أن صوم الثاني عشر من ربيع الأول أو أن نجعله كما ذكرنا موسما يأكل الناس فيه اللحوم وأأتي الناس فيه للتوسعة ويريدون أن يوسعوا على أولادهم وكأنهم إذا لم يددوا الموسم سألوا الناس ما بأيديهم وكأنها مصيبة عظيمة أن لا يطعم أولاده ليلة الموسم لا أن يطعمهم طعاما أوسع من الطعام المعتاد وتنصب محلات بيع الحلوى كأن هذا هو الاحتفال بالمولد أو يوزع الناس الشربات الشراب الحلو يزعمون أن ذلك حبا منهم للنبي صلى الله سلم ومن أحب النبي صلى الله سلم كان قدر النبي صلى الله عليه وسلم عنده أعظم من ذلك وهيئة الاحتفال بالمولد أعظم من ذلك يجعل كما ذكرنا صوم يوم الاثنين من كل أسبوع هل يجوز لنا إخوة الإسلام أن نجعل الجمعة مرة واحدة في السنة الرسول صلى الله سلم جعلها كل أسبوع شرع الله لنا الجمعة كل أسبوع فلو أن إنسانا وجد تاريخا معينا خطب فيه النبي صلى الله سلم الجمعة فجعلها في كل سنة موضعا لخطبة يذكر فيها بفضل النبي عليه الصلاة والسلام أو باحتفال لكان هذا مبتدعا لذلك نقول نحن نحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بالطريقة السنية التي كان الصحابة عليها نقطع ونجزم أنهم لم يحتفلوا به مرة في السنة في الثاني عشر من ربيع حيث لم يرد دليل صحيح قط على أن النبي صلى الله عليه وسلم أولد في هذا اليوم ولا أن هذا اليوم كل عام له فضيلة معينة وهذه كتب الفقهاء والمحدثين والعلماء من كل المذاهب هل يرد أحد فيها فضيلة لقيام هذه الليلة أو لصيام هذا اليوم إنما تجدون فضيلة لصيام الاثنين والخميس فضيلة لصيام الثالث عشر والربع عشر والخامس عشر من أيام كل شهر من الشهر العربي من الشهر القمري نجد فضيلة لصيام عاشراء وتسعاء أو يوما بعد عاشراء نجد فضيلة لصوم يوم عرفة نجد فضيلة لصوم شعبان نجد فضيلة لصوم المحرم لا نجد فضيلة لصوم يوم المولد في الثاني عشر من ربيع مع أنه لم يثبت والاحتفال بموالد الأنبياء عموما ليس من السنة بل هو من المحدثات وإنما كما ذكرنا نحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام بالصيام كل اثنين هذا هو المقصود أما الاحتفال بأكل الحلوى وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وإلقاء الخطب وإلقاء القصائد التي تتضمن غلوة فهذا يجب أن يحذر منه لأنه ليس من سنته عليه الصلاة والسلام ولا من سنة خلفائه الراشدين هل تعلمون الناس يعلمون إخوة الإسلام مولد الحسين وموته ويعلمون أنها كلها أمور غالبها مخترع ويعلمون مولد أبو العباس المرسي ويعلمون مولد السيد البدوي أخبرون إخوة الإسلام عن مولد الإمام مالك أخبرون عن مولد الإمام أبي حنيفة ومولد الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله أخبرون عن مولد البخاري ومسلم لو قلنا ما هو أكثر أخبرون عن مولد أبي بكر متاهو أخبرون عن مولد عمر أخبرون عن مولد عثمان أخبرون عن مولد علي لماذا لم يعرف الناس هذه الموالد لعجل أن الصحابة لم يحتفلوا بها ولم يعرفوها ولم يقيموا الاحتفالات بشأنها كما يفعله الناس اليوم وظل هذا الأمر إلى أن جاء من لا يعرف ولا يريد أن يعرف ولا يحرص على أن يعرف الناس السنة وإنما يخدعون الناس بأكل الحلوى والمهرجانات وفعل المنكرات يصير أحسن أحوال الناس بذلا من أن تكون هذه الاحتفالات بالباطل أن تكون خطبا ومواعظا في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وفضيلة بعثته عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وسيرته هذا أحسن الأحوال لكننا نقول حاجتنا إلى سنته كل يوم فلنحتفل بالرسول صلى الله عليه وسلم أي بسنته بأن نقرأ كل يوم أحاديثه وأن نطبقها في حياتنا كل يوم وكل أسبوع بأن نصوم يوم الاثنين لمن شاء لأن يحتفل بهذه الطريقة وأما أن تجعلها مرة في السنة توزع الشرب الحلوى أو الحلوى على الناس وتزعم أن ذلك حبا للنبي صلى الله عليه وسلم فحبك للنبي صلى الله عليه وسلم بطاعته كما قال عبد الله بن مبارك إن المحب لمن يحب مطيع نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل فلما آتاهما صالحا أي ولدا صالحا كامل الخلقة سويا الخلقة جعل له شركاء فيما آتاهما الله الذي آتانا لابد أن نشهد أن الله الذي آتانا الأموال والأولاد والأهلين وهبنا الحياة وهبنا السمع والبصر وأنواع القدرة وأنواع النعم كلها الله عز وجل هو الذي آتانا لا نشرك في أتقادنا ولا في كلامنا ولا في تسميتنا ولا في طاعتنا نجعل العبادة لله وحده لا شريك له والطاعة وحده لا شريك له فإن الطاعة من العبادة وإن كان من أطاع الشيطان لكن في غير الكفر الأكبر والشرك الأكبر لا يسمى أنه عبد الشيطان بهذا الاعتبار وإن كان فيه نوع عبودية يذم عليها والشرك الأصغر من الكبائر أو أكبر منها وكما قال عبد الله بن وسعود لأن أحلف بالله كذبا أهون علي من أن أحلف بغيره صادقا وعا أن الحلف بالله كذبا يمين غموس لكن الحلف بغيره أعظم ولذا لا ينعقد الحلف بغير أسماء الله وصفاته عز وجل كمن يحلف بحياة الرب أو بعزته كل ذلك يمين منعقدة أما أن يحلف بحياة أبيه وتربة أمه وشرف أبيه وحياة أولادي ونحو ذلك فلا ينعقد ولا يدوز أن يعبد في الأسماء لغير الله لا تسمي ابنك عبد الرسول ولا عبد النبي ولا تسميه بالتعبيد لغير الله قط كما يسمي النصارى يسمون عبد المسيح وغير ذلك من الأسماء التي فيها تعبيد لغير الله عز وجل ولا بد وأن يكون في التسمية أن يكون الاسم الذي ورد من أسماء الله الحسنى أن يكون الاسم الذي يسمي به ابنه بالعبودية أن يكون من أسماء الله الحسنى وليس من اختراع الناس من الأسماء التي سموها من عند أنفسهم أما التسمية بعبد الحارث فلا ينوز قطعة لهذه الأذلة ولغيرها ونقل ابن حزم الاتفاق على عدم جواز التعبيد لغير الله في الأسماء إلا عبد المطلب ففيه خلاف والله أعلى وأعلم والأحوط والأصوب من جهة الدليل أن لا يسمي عبد المطلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما غير أسماء الأحياء الذين كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام غير كل من كان عبد العزة وعبد اللات ونحوها إلى عبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك من الأسماء وقال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام حارث وليس عبد الحارث وذلك لأن كل إنسان إما أن يريد حرث الآخرة وإما أن يريد حرث الدنيا كما قال الله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب وهذا يذل على أن الإنسان بين حارث وحارث فهو أصدق الأسماء على أي أحد وهمام لأن الإنسان إما أن يهم بحسنة وإما أن يهم بسيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ومن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وقال إنما تركها من جراي من أجلي ومن هم بها فعملها كتبها الله عنده سيئة واحدة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم فالإنسان بين هم بالخير أو هم بالشر لا يخلو من هذا وذاك فأصدق الأسماء حارث وهمام ومن أشد مما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم ما يذل على معاني قبيحة كمرة وشيطان وفرعون ونحو ذلك فلا يلز أن يسمى بأسماء الأسماء الذين غضب الله عز وجل عليهم كإبليس والناس قد يسمون بلادا بهذه الأسماء كقرية فرعون أو عزبة فرعون أو عزبة إبليس أو عزبة جهنم ومثل هذه الألفاظ يجب أن تغير لأنها مكروهة في الشرع والله أعلى وأعلم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى اللهم عز الإسلام والمسلمين أذل الشرك والمشركين وذمر أعداء الدين اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة الرخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هداتا مهتدين اللهم وفق رئيس بلادنا للحفاظ على أمن البلاد ورخائها وتقدمها اللهم تب علينا من مكر الماكرين ونجنا من ظلم الظالمين وإفساد المفسدين اللهم عصم دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم اللهم انصرنا في فلسطين اللهم انصرنا في سوريا اللهم انصرنا في أفغانستان والقوقاز اللهم انصرنا في بورما وكشمير اللهم انصرنا في مشارق الأرض ومغاربها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرفنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارفع الظلم والطغيان عن المسلمين في مالي اللهم انصرهم على من أرادهم بسوء ربنا اغفر لنا ذنوبنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين وأعطي محسننا ما سأل أقول قل لي هذا وأستغفر الله